اقل من اسبوعين على انطلاق بطولة لبنان لكرة السلحة البطولية اللي منتظرة اكتر من اي موسم مضى لعدة اسباب منها اللي حصل بسوق الانتقالات الانتقالات اللي ضعفت بعض اندية المقدمة وقوة اندية اخرى اختلتت الاوراق من دون شك على صعيد المنافسة على صعيد الترشيحات للمنافسة على اللقب قبل انطلاق الموسم الجديد هما انتم من دون شك واحد من الاندية اللي رح يكون منافسة كتير كبير على اللقب وخصوصة مع استقدام مفادي الخطيب وسط الثغيرات بعدة مراكز هادو الامر احنا نتحدث عنه انما خلينا نشوف بانوراما عامة عن سوق الانتقالات اللي حصلت والخطات اللي حصلت من وراها بهالتقرير تحول كبير بمسار كرة السل اللبنانية هالموسم تغييرات ومشاكل ادارية ومادية حترسم خريطة جديدة للمنافسة على لقب الدورة بين اندي ابتعدت لفترات طويلة عن منصات التتويج وبين اندي ما ذوقت بعد طعم الالقاب حركة الانتقالات هالموسم كانت غنية على الصعيدين المحلي والاجنبي اندي عريقة خسرت لاعبين كبار بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم المادية اسماء رنداني خرجت من الباب الضيق لاكثر الاندي جماهيرية وفضلت البحث عن مغامرة جديدة مع اندي طموحة ومتعطشة للقب من جهة وبتمتلك قدرات مادية كبيرة من جهة ثانية نادي هومنتمن كان الانشط بالسوق منذ انتهاء الموسم الماضي الفريق الارمني حافظ على نواة تشكيلته من لاعبين محليين واجانب وطعم الفريق بنجوم جدد على رأس هايك جيوكجيان وكرم مشرف وإلي شامعون لكن المفاجأة الكبرى والمدوية كانت التعاقد مع فادي الخطيب صفقة الخطيب اثارت ضجة بالوسط السلوي واثارت استياء مدرب الشعبي لغسان ساركيس ابدا مش زعجني موضوع انه وقع بالهومنتمن انا زعجني على العلاقة الشخصية بس كنت انه بستاهل مسيج اذا ما بده يحكيني هو قال انه كان شوية مستحق انه يحكيني بيبعث لي مسيج على الواتس اف يعني بيقول لي كوتش انا ما راح امضي عندك من بعد ما وعدني انه راح يمضي هذا هو كل الموضوع بس احترافيا عمل الحق طبعا يعني هذه مصلحته مصلحة عائلته وهو بيعرف أكتر مني الخطيب ترك رياضي بعد ما قررت ادارة النادي البيروطي فسخ العقد معه بسبب عدم قدرته على الالتزام ماديا مع اللاعب بظل الازم اللي عم بتعيشها القلعة السفراء ما دفع العديد ان الاندي للدخول على خط خطف توقيع التايجر فكان الهومنتمن سبق واكد انه فوزه بدورة حسام الدين الحريري هي بداية زمن الانتصارات والبطولات للفريق العريق وبموازات الرياضة عم يعيش الحكمة وضع مماثل على الصعيد المادي فالفريق فرغ من لاعبين المحليين المميزين وفي حال عدم تعاقده مع اجنبيين مميزين الى جانب تارل ستوغلن حيكون وضعه غير مبشر بالدورة اضافة للمشاكل المالية اللي عم بتعيشها بعض الاندي الكبرى لعب نظام اعتماد ثلاث لعبين اجانب دور كبير بتغيير موازين القوة بين الاندي بيت هاللاعبين قادرين يحملوا الفريق عكتافهم وهالأمر شفناه بالموسم الماضي حيث نجحت اندي صغيرة باسقاط اندي كبيرة بحط السبع بعد ثلاثة اجانب لانه فيه فريق بيكون ماشي بثلاثة اجانب سنتجي الاجانب بيبيعوا فريقهم بربع بيروحوا لبرة بيجيونوا عرضات اكتر ما بيلاقي ثلاثة متلون او كومبينيشن ثلاثة متلون بيرجع بينزل فريق المعاناة المادية هون بيكون فيه تخبيص ادارة بيدفع بتقدير اللعبين وحجم اللعبين وقدير اللعبين بيستاهلوا عرفت بتنفخ اسعار اللعبين واللعبين بيعطوك اقل بكتير من ما عم يقبضوا يعني عندك مشكلة عندك خلل كبير تغيير موازين القوى لم يقتصر على اللاعبين بل انتقل الى الاداريين والرؤساء حيث خرج البعض من عبائة اندي مرموقة للعمل مع اندي مغمورة وكتابة فصول تاريخ جديد بمسيرتون بالدرجة التانية في مجال اكتر لنشتغل مع صغار ونجرب نكبرهم ونعمل اللي نحن عم نطمح فيه منذ ما حدا ينظر علينا منذ ما يكون فيه اي يعني ولا ولا برشور ما في علينا شي التوقعات بتشير هالموسم الى خروج كأس البطولة من العاصم بيروت وتغيير هوية الفايز باللقب بظل طموح كبير عم يراوض العديد من الاندية يلي اتسلحت بالعتاد الكامل لاسقاط كبار كرة السل اللبنانية عن عرش اذا نضيت الاسبوع مع النادي اللي احتل العنوين الاسبوع جيمانوكيون رئيس لجنة كرة السل بنادي هومانت من مساء الخير مساء الخير لألك رحب فيك بتليفزيون تانكي ومبسوطا اليوم بتليفزيون كمان بهالبداية الجديدة للباسكت باللبنان نحن كمان مبسوطين فيك واكيد مقدرين بعدك واصل من الاردن يعني طبعا عملته خضة بكرة السل اللبنانية فينا نقول مع انتقال فاد الخطيب لصفوفكم لكن احنا هاد الخضة دائم عالم فاكري انو نحنا هالسنة فاد مرة ظهرنا مش مظبوط اول شنادي العم 8 هو نادي عمره مئة سنة عرق نادي باللبنان اقدم نادي باللبنان ونحنا بكرة السل مظبوط انو ما بحياتنا كان عنا هالفرق المهمة بس دائما كنا موجودين لا بداية الـ 2003-2004 وقتا قررت الادارة ما بعرف لاي سبب انو تتخلى عن فريق الباسكتبول وينزل الباسكتبول على الدرجة التانية لحين ما انا جيت عن نادي وقتا الله وفقني وصار عندي الامكانة تقدر ساعد النادي جيت بخطة ما جيت هيك بس لقت سلة وانا كنت لعب بنادي الـ 2008 ولعبت درجة اولى كمان بنادي الـ 2008 لعشر سنين نوعا ما ما كنت عم بتقبل على حالي انو الفريق مثل نادي الـ 2008 بهذا الجمهور الكبير يكون محله بالدرجة التانية مع كل احترام الى درجة التانية بس هو مش محل بيليق بنادي مثل نادي الـ 2008 وانشاء الله بالفوتبول كمان بنرجع الدرجة الاولى على المحل وين ما نحنا لازم نكون فكان عندي خطة خمس سنين من وقتا وياللي بلشوا معي بتصور فيون يشهدوا على الموضوع انو نقدر شوي شوي نعمر فريق يقدر يوصل لـ يكون فريق يقدر يعمل بطل لبنان بالـ 2018 اللي هي المئوية تبعنا دي تبعنا بس ما حصينا اقرب من الـ 2018 خصوصا بعد احراسكم دورة الحريق نحنا من ثلاث سنين تقريبا اول ما طلعنا على الدرجة الاولى كان عندي تشانس قمدي مع فادي الخطيب وقتها تريير كونتراكت قبل ما رأى على عمشيت وما كنا حاضرين لا مديا كنا حاضرين لا زي بدك سايكولوجيك كنا حاضرين لا من كل النواحي بتصور انا اخدت القرار المزبوط وقتها كان انو ناخد نطلع درجة درجة لنقدر نكون من كل النواحي حاضرين لنقدر نستقبل هالنوع من الضغط اليوم علينا ضغط كتير كبير يعني من انو كل عالم عم بترشحنا لنربح البطولة ونحن بعض كتير بعض عن البطولة يعني ما فيك اي فريق بالثلاث اجانب ما فيك تعرف شي ودايما برجع بقول هاديك سنة بالفاينل ايت الويزة كانوا رح يطيروا رياضة وهوبس كانوا رح يطيرونا ونحن على الورقة وقلم كنا اهم بكتير من الهوبس بالنهاية ما سألتك الرياضة رجل جو ما غسال لحكا لا لا انا مع الثلاث اجانب فور شور فور ماني ريزنز اول شي اللعيب اللبناني صار كيف ما قال انو لازم يندفع على على شو عم بيعمل وعلى النتاجة اللي عم بيعملها مش هالقرام الخيالية يلي كانت عم تندفع فوق المئة يعني فوق المئة اش دولار كان عم يندفع للعيب عم بيعمل اربع نقط ويا ست نقط ثلاث اجانب اول شي رجل جت كل الدورة صاروا كل المطوشي حالوين يعني الاخر بيلعب مع الاول ماتش كأنه عم بيلعب الرابع مع الخامس وعملت الباسكت بتصور هذا خير دليل الباسكت كان حق كان حق ثلاثمائة ارث دولار بل كسر حق مليون ومتين مدري بتصور اكيد يعني ليه لا لا حكا احكا الموضوع تحديدا الموضوع لنقل التليفزيون لانو صار الباسكت لك انا بعرف انترتيمنت شغلتي هو انترتيمنت بسيدي لك شغلة انا قعت منك غير جواب صراحة وبعد انضمون فادي الخطيب لصفوفكم يعني عندكم العديد من اللاعبين المحليين اشتغلتوا تجيبوا يمكن اللاعبين تسدوا ثغرات يعني نديم حاوي وصل ليه شمعون عندكم نديم السعاد عندكم هايك عندكم فادي هلأ يعني رح احكي لك يعني تعمل مشكلة صغر ايضا ما بدأ اختصار نحن ما جبنا لعيب مش عايزينه ولا لعيب موجود اليوم بالفريق مش عايزينه هايك يوكتشان اول شي هو ابن النادي وهايك بلش مسيرته الاحترافية باللبنان مع النادي الهومانتمن وقتا انا بتعادت لسنة لخلي غيري يشتغل كمان بالنادي هو انتقل على النادي الحكم وقتا انا رجعت كان هذيك السنة بده يرجع بس صار فيه مشاكل نوعد بقصص تهدد بقصص بس بالنهاية يتطر يبقى هونيك وما قدر يجع وتوقف كمان ايه وتوقف كل يالي صار بتصور يعني احنا كل العالم عارفنا حظنا حلوة يعني بتصور وهالسنة اجل عنا كرم مشرف وإلي شامعون نجيبه لأسباب تكتيكية اللو الرول يعني اللو اللعب يلعب بالأوتسايد جيم وبتخل اللعب كمان ديفانسيف مثل مشرف سوري نديم حاوي لو كان معنا هذيك السنة كنا ربحنا البطولة نحنا كنا قدرنا نتخطى نادي الرياضي يلي كنا كتير قريبين والفاينل برأيه كنا ربحناه أربع سفر بسهولة فريقنا كان كتير قوي هذيك السنة نورفال ودوين وشغل كل شخص نجيبه هلأ نديم سعيد نديم سعيد يعني هو بيعمل شغلته هي the most consistent player بتصور في لبنان effective بيعمل شغله مهزب يعني من كل النواحة هي the perfect player كنا قصنا شغلي واحدة وهذه شفناها نحنا بدورة شلهوب وي لاكت وبقولها هذي بكل يعني أنا ومرتاح بقولها وي لاكت leadership ما كان عنا كان عنا بدنا هيد الخطوة الزيدي لنقدر يكون عنا شخص عنده خبر يقود الفريق يتحمل الضغط عن لعيبة اللبنانية لأنه لعيبتنا هنزغار بالعمر كلهم يعني أكبر واحد نديم سعيد بيناتهم ووقتها صار في مجال نجيب فادي الخطيب وأنا وفادي كنا على تواصل حتى هذيك السنة وقتها ربحونا بجيم سيكس بمزهر حكه معي بعد الجيم قال لي hard luck وقال لي تخيل أنا لأ إذا عم بلعب مع الهوماتمين شو بيصير جمهورنا دي الهوماتمين بيحبه الفادي الخطيب كتير الكوتش بيحبه وبعتقد فادي اللي رح يعمله رح يجيبه لقلنا هنزغر أول شيء دي ويننج منتاليتي اللي نحنا ما عنا الخبرة بعد فيها لأنه مظبوطة اللي في كتير ناس يوم بيقولونا أنه وقتها جمهورنا شوي بيعلي السقف وكذا بيقولونا أنتو وين كنتو يعني وقتها نحنا كنا عم نربح بطولات مظبوط بس هيدا أنت ما بدأك تعيش بالماضي بدأك تطلع على المستقبل مظبوط في كتير نوادي أكتر مننا ربحانين بطولات بس نحنا اليوم على الأرض عم نحكي عن الحاضر وعم نحكي عن المستقبل إدارتنا هي بتصور سبب كل هالنجاحات بين هلالين ليه فادي الخطيب قبل يروح على هومانتمن يعني السبب يلي خلى فادي يقبل يروح على هومانتمن بعد ما كان وعد الشامبيل وغسان ساركيس أنه يرجع للفريق المتني تلعب لنادي هومانتمن هو فخر كبير لأي شخص تلعب بهذا النادي العريقي اللي عمره مئة سنة تلعب مع العيبية مثل الموجودين اليوم بنادي هومانتمن مثل دوين جاكسن وقاتير ماجوك وكيفين جالوي ومايك تيلر ونديم السعيد وسيفاغ وهايك وكل الشباب وكرم وإلي ونديم هيدا شرف كبير لأي لعب أكيد من الناحية المدية نحنا عرضنا كان اكزاكلي مثل عرض الشانفيل مش بس الشانفيل كان في حتى بيبلوس عم بيحكوها في كمية واحدة فهذه الخطيب بالنهاية غلط يلي قالوا في كتير ناس قالوا هون صاروا يحكوا من الشانفيل أنه أنا واحده بيكونترايات صار فيه أغراءات مادية بيكونترايات شغل غير بالعمار اللي نحنا شغل العيلة هذا طبعا وما خصوا أبدا بشغل الرياضة اللي أنا بعملوهم بشغل الموسيقى فسو ليه ما بدك تجي عن نادي هومانتمن حلم كل لعيب اليوم يجي يلعب فيه إذا بقلك أنه ما في لعيب واليوم أنا يعني إن شاء الله حدا يطلع يقول غير هيك ما في لعيب ما نعرض على نادي الهومانتمن نحن أين اللعيب طب مين عرضتوا أنتوا هلأ على الأندي يعني في حكي في حكي أنه نديم السعيد ممكن يغادر نديم السعيد أكيد لا ولا لعيب رح يغادر من نادي الهومانتمن أحمد إبراهيم شو صار؟ أحمد إبراهيم نحنا بنهاية موصب الماضي رجعنا عرضنا عليه أوفر لا يبقى أنه نحنا نيتنا طيبة دايما وقتها ناكل بوكس محل دايما الله يعود علينا بشيء أحسن وكذا وهذه السنة صار معنا كذا شغلة هيك وضغرق كان بدنا يبقى أحمد إبراهيم لعب كتير كبير أنا شخصيا بحبه كتير برأيي ظلم بمدة العقوبة وهو يقرر ما يجدد معنا لا أسباب مادية وبالنهاية أنت كيف ما بتعرف في كتير ناس ما بيعرفوا بيقولوا أنه أحمد بركي الهومانتمن عم يتفعولوا هالأدية مصاري معقول ما عم بيقبل فيهم بس هالي ما بيعرفوا أنه أحمد اليوم منه لحاله منه لحاله وأحمد عنده عائلة وكل واحد بده يعمل مصلحة عائلته يعني العائلة بتجي قبل كل شيء عتبان عليه لأحمد أبدا أبدا نحن أحده لأحمد بشو ما يعرف خصوصا أنه الجمهور كان الأيدل تبعه جمهورنا بيحبه كتير لأحمد بس اليوم نحن منقله بكل شيء بده يعمله نحن اليوم عنا فريق كامل اليوم عنا الطايجر معنا عنا هايج يلي هو أسد عنا برأيي أحسن تريو اليوم موجود على الساحة اللبنانية وكمان بغالط كتير الناس اللي بيقولون مستوى اللبنانية عم بينزل من بعد ما شايفه نتائج ناد الحكمة وهيك مش مزبوط اللبنانية المناح ما عم بينزل مستوى هون ونحن هذيك السنة إذا بتلاحظ بالسرية ضد الهوبس اللبنانية تبغولنا نديم سعيد وأحمد إبراهيم لحاله كان عم بحطه 50-60 نقطة بالماتش بوقت ما كان معنا ثلاثة أجانب سوبر نحن يعني مثل جاستن عم بعدين كافن غالوي دوين جاكسن ونورفيل بيل اللبناني المنيح بعده منيح ما نجب تسيط الأجانب وغالوي رجع على الفريق مايك تايلر صار في مشكلة معناه دل المتحدة ترابلوس بالنسبة للسنة مايك تايلر صار شغلة اليوم أخطر وأنا اليوم بحب من خلالك وجه تحية كتير كبيرة لنادي التضامن ولرئيس النادي رزي الله خالد كنت عم بحكي معه هلأ قبل ما أجي وقلت له مظبوطة عطيته برانكو للرياضي برانكو لعيب مخيف يعني يورو ليك بلاير بطايل يعني ما حدا بيعطي برانكو لحدا قال لي إيه نحنا مش عايزينه وليه ما بنا نعطيه وذات الشي صار معنا هذه السنة نحنا وقتا طلب منا ديون ديكسن من نادي الحكم يضغر يعطيناهم إيه اليوم ما لازم يكون فيه خوف بالنوادي خاصة إذا أنت ما بدك إيه إذا أنت بدك إيه للاعيب لا حقك تخليه معك وتجدد له إيه اليوم نحنا بعده نادي المتحد بشخص رئيسه أحمد صفدي رافض يعطينا استغنالة مايك تايلر مايك تايلر بعده معنا توصلت معه لا أستاذ أحمد شو توصلت معه ما دال في حدا ما توصله شوي أمي راح تحكي هل هذا إشارة ودليل أنه هومانتمن صار عم يخوف الفرق الباقي وصار بالمعادلة الصعبة وكل فرق بده تتفادى أنه هومانتمن مايكون أقوى وخصوصا مايك تايلر شفناه يعني أداء قدم أداء كبير لك أنا براقي عملنا بطولة كتير كبيرة بدورة الحريري دورة الحريري أصعب من بطولة لبنان الفرق يعني اليوم شفنا سالة شو عمل اللي بنادي الحكمة وشفتوا نحنا شو عملنا بسالة يعني وصل الفرق بلك 20 نقطة مع سالة فريق التونسي أكل يعني مرتين طلعنا عليهم 20 نقطة إذا بيجوا مرة تالتة كمان راح نرجع نربحهم 20 نقطة بتصور فريقنا صار فريق كتير قوي واليوم مرتاح عم بقوله لأنه عنا العناصر بس أنا اللي اللي بقوله أزاف لعيب أنت ما بدك يه ما لازم توقف بدربه ولا يلعب بغير حتى نحنا اقترحنا على نادي المتحد أنه ما يلعب ضد نادي المتحد تخير لهالدرجة لهالدرجة بلعب ضدنا بأجنبيين وبربح يعني البطولة قدامنا لا لا مع المتحد صار فيه رح تكون منتظرة مباراة مباراة همات بمتحد خاصة أنه أنت تشوف نادي مثل التضامن اليوم بياخد هالخطوة وبيعطي لعيب مثل برانكو لنادي الرياضة هذا شيء أنا بيفرحني يعني لك صراحة قبل ما أرجع عن ويكتن تابع حديثنا خلينا نشوف نهائة دورة انريشا الهوب الراحل انريشا الهوب يلي توج فيها بيبلوس للسنة الثانية على التوالي مع العلم أنه ما بتحمل فقل حسن على بيبلوس فاز الموسم الماضي بكأس لبنان الكأس السوبر ودورة الراحل انريشا الهوب إنما فشل بتحقيق هدفه ببطولة لبنان منتابع سواء يبدو أنه اسم نادي بيبلوس سيحفر طويلا في ذاكرة بطولة انريشا الهوب الفريق الجبيلي أبى إلا أنه تبقى الكأس بنسخة التانية بمدينة جبيل بعد فوزه على شانفيل بالمباراة النهائية بفارق سلق وبنتيجة 82-80 ملعب بلدية الشيح شهد على مواجهة ملتهبة بين بيبلوس والشانفيل الفريق الجبيلي دخل البطولة وعينه على الاحتفاظ باللقب من جهها ومحو الصورة الهزيلة يلي ظهر عليها بدورة حسام الدين الحريري من جهة أخرى هو نجح بالوصول للنهائي بعد إقصاء التضامن بنتيجة اعتبرت مفاجئة للبعض تماما كما حال الشانفيل يلي أقصى المرشح الأول للفوز بالبطولة أي نادي الهومنتمن لكن بالنهائي نجح بيبلوس بخطف جائزة 50 ألف دولار مقابل 25 ألف للفريق المتني دورة كتير كانت موفقة وكتير قوية والحمد لله قدرنا نربح مبروك لمدينة جبال مبروك لنادي بيبلوس هالسنة نحنا بلشنا بطيئين يعني خصلنا دغري بدورة الحريري طلعنا دغري بس إن شاء الله شوي شوي عم بيقلع الفريق وسبيرت بترجع كلها سوا كان جيم كتير حلو كان فيه كتير حماس وكنا باك نفورت كل الوقت بس بالآخر برنا نخلص الجيم وسيف لي نربح تاني مرة النتيجة لأفرزتها دورة أوريش الهوب ومن قبل دورة الحريري رسمت ملامح بطولة واعدة ومعقدة هالموسم خصوصا إنه أندي جديدة دخلت على خط المنافسة الفعلية على لقب مقابل ترنح بعض الأندي العريقة الشانفيل مثل مفاجأة سارة لعشائه بعد ما نجح أنه يمحي الصورة الهزيلة يلي ظهر عليها بالموسم الماضي رجاله للمدرب غسان ساركيس أدمه بطولة رائعة بعد ما نجح بتكوين تشكيل شابة متاعمة ببعض لعبي الخبرة وأجانب من نوعية باتريك رامبرت يلي توش بجائزة هداف البطولة وأفضل لعب هو أحرص بالنهائي 36 نقطة مع خمس متابعات وسبع تمريرات حاسمة إلى جانب مواطنه براندون توماس يلي سجل 18 نقطة والتقت عشر متابعات أما حامل اللقب فبدأ الانسجام واضح على تشكيلة المدرب نيناد فوزينيتش خصوصا إنه جول تشكيلته من اللعبين الجدد ونجح أجانبه الثلاثة بتقديم هويتهم بشكل ممتاز بهالدورة وتحديدا إيبن دودي يلي سجل 17 نقطة مع تسع متابعات ومن الجانب اللبنان تقلق رودريك عقل وعلي كنعان يلي لعب النهائي متحامل على إصابته وسجل تسع نقاط والتقت سبع متابعات في روح إيطالية كتير قوية بالفريق اللعب حلو مبسوطين إن شاء الله منكمل هيك مع انتهاء الدورة أنهت جميع الفرق استعداداتها وكتشفت مكامل الخلل والضعف وهي بتمتلك بعض الوقت لمعالجة الثغرات وإجراء تغييرات على الصعيد الأجنبي قبل انطلاق البطولة المحلية جيب نتابع معك يعني فوزكم بدورة حسام الدين الحريري قدي حالت ضغوط عليكم من قبل جمهوركم تحديدا وقدي حالت ضغوط بشكل عام يعني يلي توقعوا إنه هومنت من روح لبعيد بالموسم الماضي كان عندكم جاستن طابس نورفيل بيل دوين جاكسون ما قدرتوا تعملوا الشيء اليوم عم يشوفوا وإنه هيدا الفريق قادر يعود على الموسم الماضي هلأ انتبع نحن موسم الماضي بنعتبره موسم كتير نجح لأنه هدفنا كان نفوت على الفاينل فور وبميزانية إذا بدك متوسطة يعني قدرنا نحقق هدفنا وعملنا سيري دومي فينال كتير حلوة مع الرياضة وخسرنا هو جيم تو كان أساسي لقلنا اللي خسرناه أوفر تايم بمصر فنحن منعتبر السيزن الماضي هو سيزن سوبر نجح لقلنا وكتير مبسوطين بالنتاج اللي عملنا هون أكيد هالسنة دورة الحريري عطتنا حافز كبير بس اتعبنا لأنه نحن بري سيزن عملين تمرينتان كان وفتنا ضغرة على البطول اللي هوني كوت جو عمل شغل كتير كبير وكل إذا بدك الكرادت أكيد للعقيبة والكوتشينج ستاف والفتنس ستاف يو أنرجي والكوتشز اللي حجار روني وأمير وكل الشباب والحكمة جهاد وكلهم يلي حافزوا عهد الفريق هلأ ضغط جمهور الهونيتمن هدا شي طبيعي معاودين علينا احنا جمهور الهونيتمن هو جمهور دايما بده دايما بده دايما بده أكتر وبيستهل ببطولة لبناء بصراحة بيستهل أجمل جمهور أنا بحياتي شايفه ما أنه عم نحكي بشكل عام عن الصورة اللي صاروا عم ينضرو لكم لألا جمهور كرة سلب البنان حتى يعني جمهور العربي صاروا عم يتطلع هومنتمن وخصوصا بعد فوضكم عن نظم الساحلي يعني عم وعد تواصل الاجتماعي كانوا عم يطالبوا أن هومنتمن يكون مشارك بتونس بالبطول العربية مش الحكمة نحن كنا ملتزمين بدورة الراحل ونحن وقتا نلتزم ونصحبوا من المطولة هيدا هني أكيد قرار أخدوا نادي الحكمة هني هني بيعرفوا يعني شو أفضل للنادي وشو أفضل للفريق بس نحن أكيد دورة أنريشالهوب كل سنة هذا وعد نحن أنه كل سنة نكون مشاركين فيها بس المشكلة كان أنه نحن لعبنا 11 ماتش تقريبا بعشرين نهار وقال لك بصراحة آخر شي صار فيه الفتيق لعب دور كتير كبير ولأ كل تركيزنا نحن على بطولة لبنان لأنه عنها الفرصة الذهبية هالسنة أنه نقدر نحقق حلم صارنا زمان ناطرينو وكمان كيف ما قالك لا ما حد كتير ضغط على الشباب نحن بيضل هدفنا أنه بال2018 يكون عنا فريق يقدر يحقق اللقب بس إذا إجا وفسكم طويل لا مش نفسنا طويل بس عنا نوع من التخطيط ومنمشي عليه وهنا هذا كله بفضل الإدارة يلي عم تشتغلها هيدا الفريق بحب دايما نسميهم لأنه بيستاهلوا هن الجند المشهول وراء هالفريق الحلم يلي عنا هراتشي لينجيريان كريس لباريان شانت اتميزيان وأكيد مدير الفريق كريكور ميسجيان يلي نحن نحن بأضايا هيدا الفريق منساعد بعد كتير كلنا نشتغل كل شي بالفريق ما فيه كتير من عدا عنا السانيورا شانت اتميزيان يلي هو بيهتم بأضايا همينية فهو بيهتم بالمصاري والسبونسور تبعولنا يلي منشكرهم كل ما البجت معقولي يلي انت تبعا حتى مع فادي الخطيب رح تنصدم انه هي بجت كتير معقولي لفريق بهيدا المستوى اكيد سبونسور تبعولنا الجبل المين سبونسور وكل المعلنين واهم شي فيه جروب من عالم يلي هنه تقريبا خمسين ام ستين شخص يلي بيشتروا الكرس الفي اي بي سيت تبع النادي السيزن تيكت هنه حد النادي وبيضلوا يساعدونا وقتا من عوض شي واليوم وقتا قبل ما نمضي فادي الخطيب صار فيه شخص من الفي اي بيز يعني بعثوا انه كل واحد صار عم بيعمل اذا بتكون يعني قالوا لنا شباب نعرف انه ما معهم المصاري بنا نساعد بعد بش مترك لحالك يعني على كل حال مشاركة الحكمة بالبطولة العربية كانت مخيب جي خلينا نتابع سوا بس عطتهم بتصور شوية كمان حضرتهم شوية للبطولة بشكل عام انما الفريق مش جهز لا على الصعيد اللبناني وعلى الصعيد الاجنبي ما عادة تار استغلن يعني فينا نحيده اكيد عن الكلام خلينا نشوف اول مبارتين للحكمة كيف كانوهم ايضا من نجع من بعد نشوف مشاهد عن اللقاء اليوم مع السلايا اللي انتهى بنتيجة كارثية لبطل العربة السابق ما كانت مشاركة الحكمة بالبطولة العربية على قدر تطلعات عشاق القلعة الخضراء فعلى الرغم من المشاكل الادارية والمالية يلي عم يمرؤ فيها الفريق ويلي ما بتخفى على حدا الا ان المشاركات الخارجية للنادر البيروتي دايما اقترنت بنتيج وانجازات كبيرة لكن النسخة الحالية من البطولة اللي عم تصدفها تونس عكست صورة التخبط اللي عم بعيشوا بعض الاندية العريقة بلبنان بعد سبع سنوات من الغياب عن البطولة عاد الحكمة للواجهة العربية بعد اعتذار الرياضة عن المشاركة الحكمة دخل البطولة بلاعبين محليين يعتبروا من الصف التاني خصوصا انه وادارة النادر الاخضر ما تعاقدت مع لعبين محليين مميزين وخسرت خدمات رودريك عقل وقالي روستوم وهايك جيوك جيان ولان المصائب لا تأتي فرادة وصيب باتريك بعبوت قبل خوض الحكمة غيمار البطولة على الصعيد الاجنبي عم يشارك مع الحكم الامريكيين ماركوس كازن وجيرالد كامبل اضافة لتيرل ستوغلان يلي عم يلعب كمحلي بسبب امتلاكه جواز سفار لبناني ستوغلان عم يحمل الفريق على اكتافه بعكس بقية الاجنب وهو نجح بتسجيل 42 نقطة بالمباراة يلي خسر الفريق الاخضر امام الفتح السعودي 79-75 وبتاني مبارياته بالبطولة سقط الحكمة امام سبورتينج المصري 101-92 بعد التمديد هالمباراة كشفت تحديدا عن روح قتالية كبيرة عند اللاعبين وهن قارعوا بطل مصر الند للند لكن بالنهاية الاخصارة كانت سيدة الموقف لا تتعقد امال الفريق اللبناني بهالمجموعة خصوصا انه مواجهته المقبلة هي من العيار لتسئيل مع جمعية سلاء المغربي والمجمع البترولي الجزائري هذه اول مبارتان للحكمة اذا خسارات متتالية للفريق الاخضر اليوم كان عم يواجه جمعية سلاء المغربي بتالت مباريته وعم يودع طبعا بطولة بطولة العرب بطولة الاندية العربية نتيجة كانت كارثية للحكمة بالكورتر الاول كان الفريق 11.25 14 لجمعية سلاء 48 32 عند انتصاف المبارات دائما لبطل المغرب 83 53 مصل الفريق بشكل كتير كبير ل30 نقطة بالكورتر الثالث بالكورتر الاخير ومع نهاية المبارات كان سلاء بفوز بنتيجة 103 85 مع هالمشاركة المخيبة اذا لبطل العرب السابق نادئ الحكمة جي يعني بطولة العربية مشاركة مخيبة للحكمة ما رح احلي كتير معلي بسقولي كل الفرق كل الفرق بتصور خسروا مع هومنت خسروا مع هومنت من هون طيب بس قوية كتير يعني عم بقلك مثلا السالة ما معقول شو هالفريق والنجم الساح لفريق رهيب كتير تعذبنا معهن اخيرا اتحدد موعد انطلاق البطولي هو 27 يعني اليوم ايه عرفنا اليوم انه ماكسيموم 27 شهر اخيرا اتحد نظام البطولي صار معكم ايه نظام البطولي مور اور لس رح يكون متل هديك سنة شو ما فهمنا بس بعد يعني ها في اكتراحات بس نحنا اليوم طلبنا انه ما يعوق البطولي لانه حتى لو يعني المصاري اللي رح نعملها من التلفزيون رح نحطهم بتعويق البطولي ما دي اسألك عن هيدا الموضوع تحديدا يعني من الترجى الاتحاد انه ما يعوق البطولي بليز يعني صاروا يعوقوها من خمسة أيام خمسة أيام خمسة أيام خمسة أيام ما بقى منحموا ما كان عندك مشكلة تبلش بالويك أند انا ما كان عندي مشكلة تبلش جمعة الماضي انه بدنا ياها تبلشوا البطولي جهز تريعك وانت محمس لهالدرجة نحن محمسين يعني هلأ كنت بتمرينة الشباب في جمهور مثل ماتش يعني طبيعي أول تمرينة أول تمرينة الفريق كامل كله أكيد هلأ عم نتمرن مع أربع أجانب ناطرين شو دي يصير بريليس تبع مايك تايلر والفريق كامل فول فول يعني بس عنا كرم مشرف ناطرين وإذا الله راد هو أبضاي يعني عساس ست جماع بس أنه بتصور بعد ثلاثة جماع رح يكون عم بلعب طيب سؤال عن الاتحاد تحديدا بأنه فتحنا الملف الاتحاد الانتخابات المقبلة وانتوا معادلة أساسية أصبحتوا بكرة أسل لبنية كيف رح يكون تعطيكم مع الموضوع لك بعد ما في شي واضح إلا هلأ و إذا بتسألني أنا شخصيا أنا بقول أنه وليد نصار يعمل شغل كبير لأنه وليد نصار إجا على مش على اتحاد إجا على شركة مفلسة يعني فيها ديون 800 ألف دولار وبان دولة و كل شي يعني بطولة واقفة من وقت عمشيت وشانفيل وقت صار مشكلة اللي اللي صار فإجا وخلص إذا بدك عهده ب باتحاد مؤمر أو لأس اللعبة بالهايط طبعة بأعلى وقت طبعة و برسنل ما أنا عارف إذا رح يترشح هو أمرأ بس نحن هلقى بعد ما في شي ونطرين شو يدو يصير بالوقت المناسب نجتمع نحن كأندية نادي لهم أتمنى لأنه في تقريبا تعتبر يعني البطولة كانت ناشحة بالموصف الماضي والطريقة اللي انتهت فيها أكيد هلأ تبعه طريقة انتهت فيها مخص الاتحاد ونالطريقة انتهت فيها هي ضبط جماهير الحكمي والرياضي المشاكل اللي صارت بينتهم هيدا مش لازم تصير ولا محل بقى وما لازم يعني لازم أنا برأيي يصير في عقوبات شديدة أكتر يكون إذا نادل همات من غلط أم نادل تضامن أم ميما كان شوية العقوبات تكون أقصى لا يعرفوا أنه كل شخص من الجمهور نحن ديك مرة صار معنا شغلة بأونريشا لهوب حدا من الجمهور عنا كب أنينة ماء ووقف الماتش لفترة معينة من بعد واحد من لعيبتنا كان زحط قطير ما جوك كان نقذى صلى اليوم الجمهور بده يعرف أنه كل شغلة هو فيه ربضح فريق وهو فيه خسر فريق حكيت عن الإيمة المالية للنقل التلفزيوني أنه ارتفعت بسبب الأجانب حكيت عن الاتحاة مش بساعة باللعبة كلها طيب بهالمغال يلي أعطانا يا مخرجنا باسم جيبر بعنوان مليون طلال يلي نزل بجريدة سوبر وان وأنت كنت افوربت عكل حال بالاجتماعات يلي حصلت بخصوص ملف النقل التلفزيوني والحقوق بيقول بهالمقال يلي بصحيفة سوبر وان الرياضية المتخصصة أنه العرض يلي قدمه تلفزيون لبنان عبر رئيس مجلس إدارته الدكتور طلال مأدسة كان عم يرفع الإيمة المالية ودفع القنوات الأخرى لتقدم بعروض كبيرة مية بالمية أنت كنت ضد أنه تلفزيون لبنان ياخد النقل التلفزيوني صراحة يعني أنا كنت ضد أنه تلفزيون لبنان ياخد نقل التلفزيوني لأسباب بتصور قلتها لأسباب هي دي آر مور بتعلقوا بالأعلانات لأنه نحن من بيع أعلانات بالنهاية وما كنا مأمنين أنه رح يكون في رح تنحضر هالأد إذا كلها صارت على التلفزيون لبنان بس بده يلحق الباسكت بيلحق عقية شانل مش مضبوط لأنه هذه السنة بفرجوك الأحصاءات أنه وقت الألبي سي كانوا عم بيحطوه على الألبي سي الحمرة أهم ما ماتش نحط على الألبي سي الحمرة هو تضامن حكمة يلي جيب ريتنج 1.4 هيدا ماتش يعني ما فيك ما تحضر وكانت جيب ريتنج 1.4 ويرأز وقتها تكون كانت على الألبي سي زرق كانت عم تجيب ريتنج بس هيدا مشكلة هيدا مشكلة عند الألبي سي لما بتكون قناة الألبي سي ما واصلة عند كل العالم ماينما تليميزيون لبنان بيغطي 95% من الأراضي اللبنانية مخص أنا بالنهاية عم بيقلك المعلن يلي بيجي بيعطيني مصاري ليحط الأعلان عندي بيستنظر شي ونحنا كنا عم بيقلك حتى لو عالتقال أنا اليوم عم بيحكي ماني جاي لا بيضوش مع التقال لا مع أستاذ طلال مؤتسي اللي هو صديق لألي ونعرف بعض من زمين بس أنا عم بيحكيك كمسؤول رياضي بينادي معلي أنا وإدارتي اسمنا الشحادي برادرز يعني بيسمونا سونا هم نشحد مصاري من عبكرة لعشية واليوم المصاري صارت صعبة كتير بالبلد سو لأسباب إذا بدك فور مادية نحنا ما كنا عنا مصلحة إذا بدك بس ما وفقت تحطي على الامتذي ما كنتم وفقين بخص نحنا كيف ما ركبت الصيغة هلا بتصور هي لأ الامتذي كانت كمان ممتازة لو أخذتها ما تفكر يعني يكون الالبي سي أم الامتذي أم هلا الشراكة اللي صارت بين التالي ليبان والالبي سي ليش لأ أنا كنت بدي أنه ثلاثة ياخدوا وقبل شوية كنا عم نحكي أنه بالانبي اي سبع تلفزيونات بنقلوا الانبي اي فليش لأ اليوم ثلاثة تلفزيونات ينقلوا أنا بأعتقد الدور اللبناني صار بمستوى أنه ينقل يحمل ينشرح كل المباريات اللي تكوم بقولي ينشرح ويفطلوا مصاري أكتر من كنوات مثل بي ان سبورت وهنا كمان يكونوا برا كمان على كل حال بوعدك أنه تلفزيون لبنان رح يشتغل لمصلحة كرة السلقة في ضغط كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة عليكم يعني على كل على كل في مسؤولية كتير كبيرة وأنا برأي تلفزيون لبنان رح يكون أد الحمل وأنتو اسم الله عليكم الأكيب هون يعني برنامج بطايا العقل رح تكونوا رح تكونوا أد الحمل لتنقلوا أهم مرياضة في لبنان اليوم يعني والأندي عم تحط مليون الدولارات يعني الدورة بيكلف أكتر من 12-13 مليون دولار سو جيد لك بدي جدد شكرا لك تككي لك وكيد على كلامك الحل بس أختي بدي أقول لوجه كلمة لجمهور نادي الهومانتمن اللهم مبروك مش بس لفادي الخطيب يلي هي كانت إذا بدك نقلة نوعية كبيرة بتاريخ النادي طبعا بس كل لعيب كل إدارة كل حكيم كل مدرب عم بيشتغل مع نادي الهومانتمن هني كل واحد منهم عنده مسئولية وهني سبب إذا الله راد للنجاحات اللي رح نحققهم بالمستقبل كل شي بنعمله هو يكرمي لهذا الجمهور الحلو كل توفيق لألكن وكل توفيق لجمهوركن الكفيريا اللي هو مثل ما قالت نكهت على البطولة بدنا نشوفك عنا أكيد ما في شك رح نكون ضيوب فانتكن